قبل الزبط زي ما الاهل يعمل في كتروجيتكا رأيك بحلقتين سترينجر ما مبسطش كانوا ماشيين كويس بدرجة انبساط معقولة كنت مشدود قوي للعملية والمواجهة المطولة بتاعت الحلقة التانية اللي هي الحلقة الاخيرة بتاعت الموصل بعد ما حصل اللي حصل وإيدي مات مش مسامح على فكرة مبدئيا يعني مش مسامح واللي حصل لماكس وبعد كده جات قال وعملت الشيء الغير مفهوم اللي قد للنتائج الغير مفهومة وبعد كده زي ما يكون المسلسل بقى فهمنا غلط هو بيتكلم في حاجة واحنا بنتكلم في حاجة يعني احنا عايزين نفهم حاجة وهو بيحكي في حاجة تانية خالص انا فهم ان دي ممكن تكون نياتك دي ممكن تكون خطتك ان في حاجة حصلت انا عاوز اسابها غامضة واقدمها في الموسم اللي جاي يبقى في الحالة دي كنت تقفل مش تقعد تديني حاجات ايه لازمت ده ايه ده انا بعد ما اللي حصل لماكس وإيدي رح تعمل بوز عشان اشوف فضل كم دقيقة اللي هو نظام جماعة لا مش هنقفل كده دي تبقى قلة قدب وبعدين نروح تعمل بوز بوز لقى 35 ديئة طيب ايه اللي حصل في ال 35 ديئة دول ولا حاجة حاجات مش مهمة ابدا بالنسبة لي دلوقتي كمشاهد كنت مستني يموته حد من الابطال الرئيسيين اه انا عاوزه يموته ولوة او مايك او قلبة او متنوتش حد خالص او اشرح لي ايه اللي حصل جماعة هو فيه حاجة حصلت انتو فاهمينها وانا مش فاهمها يعني هيا المشكلة في ايه انا كمشاهد ولا احنا كلنا متفقين ان احنا ما نعرفش قال عملت ايه مع ماكس قوة الصداقة والحب يا دود وبعدين ايه اللي حصل بعد قوة الصداقة والحب ايه المكان الاسود اللي كانت بتناجي عليها فيه ده كل اللي عملته فاخر حالها هو قوة الحب وقوة الصداقة لو هنتكلم على الموضوع بتاع قوة الحب ده فده ما فهمه متنهدله لما ويل عمل الرسمة وشرح له انت القلب الكبير شوية المحن بتاعويل دول وبتاع وبعد كده اه كان فيه مواجهة وقال كانت بتتهزم في المواجهة دي وبعد كده هو لعب الكرت بتاع انه هو فعلا بيحبها وشرح وجهة نظره بالكامل فده ده هلقوه عشان تنتصر على هذا الموضوع في الجزء التاني فيما يخص ماكس انا مشكلتي في موضوع ماكس ماكس ماتت انت بش في مواجهة انت ما تهزمتيش ورجعتي انتصرتي انت ما عملتيش حاجة ايه ده ايه اللي حصل ده وبعد كده ليه عواقب المفروض لانك بعد كده لما روحتي زورتيها دخلتي في الحتة لانت روحتيها ديت وعنيها قعدت تلعب وراحت في الحتة السودة وندهت على ماكس مالاتهاش يبقى فيه حاجة حصلت مش مشروح ما هيش قوة الحب وقوة الصداقة وقوة الاتحاد السكندري انا مش شاري بصراحة لو انت عاوز تقفلها على كليف هنجر اقفلها على كليف هنجر جماعنا مش بقول لكم ان هو كان لازم يشرح لي ايه اللي حصل في الموضوع ده انا مش دي مشكلتي انا برجع واوضح مش مشكلتي في انك كنت لازم تقفل لي الموسم عاوز تقفلها على كليف هنجر اقفلها على كليف هنجر خلاص ماك قل دلوقتي بتعاني علشان تصحي ماكس ما نعرفش اذا كان الموضوع ده حينجح ولا لأ شاشة سودة وخلصت ماكس ماتت بس مش فاينل ايه دي مات والبتاع الزفت الجيت اتفتحت والدنيا بقت صلاح مدح وكلام زي ده واقفل بقى ايه الخمسة وثلاثين دقيقة اللي احنا قضناهم بعد ده علشان داستين يعيط على ايدي وعلشان جونتان يقابل نانسي وعلشان ويل وقال يرجعه وعشان هوبر يرجع يقابل فاين داتس كول بس هي دي اولوياتي دلوقتي ده انت سيبني في الطل المفروض انا مستنيت تشرحلي فانت سيبتيني في الحالة دي وقاعد تكلمني في سنتيمنتلز جماعة انا من اسهل الشخصيات اللي في الدنيا اللي ممكن تتأثر ودمع وعاية وكلام زي ده انا المشكلة زي ما بقولك ان في النقطة دي عارفين الميم بتاعت دفاستان دافيريس بتاع العربيتين اللي عملوا كده دول اهو المسلسل عمل كده وانا فضلت مكمل لو كانت مدة الحلقة الاخيرة ساعة ونوسكة راح تكون احسن بكليل لا خالص ما عنيش ايه مشكلة معها زمن الحلقة وتفهمت الفلسفة بتاعت التأسيم فهمها الحلقة التامنة بتتكلم عن نهاية الشخصية بتاعت اللي هو بتاع المعمل بالكلام ده كله بعملية تحرير المفهوم والحلقة التانية هي مواجهة واحدة مطولة غير صالحة للتأسيم فعلا انا شاري دي مش مددق منها خالص ايه دي ممكن يكون لسه مماتش معرفش ازاي حد فيكم تخيل ان ممكن يكون العملية فيها لعبة بالزمن ولا محدش تخيل انا قلت كده وعارف ايه اللي دعم وجهة النظر دي عندي شوية فكرة ان ممكن يكون فيه صفر في الزمن ان التوكن اللي بتوضح اكتمال مهمته هي ايه اه سحصحوا معايا كده اللهم اصلي على حضرة النبي فيبقى فيه حاجة ممكن نرفرسها وإلا الموضوع ما يقوس منه ما الجيتس فتحت على بعضها والدنيا ضربت والراجل الغالبان اللي اسمونه الصين عمل ايه الوقت ده ما كان كويس هو بولي باي ديفنيشن بس هوش خصائي كويس ده حتى الخناء اللي كان بيتخناءها مع لوكس في الآخر اللي المفروض انه صنفوته بالنسبة لنا احنا كاف فيلن هو على قد فهمه كان عاوز يساعد ماكس برضو ما اشتريتاش امبسطتش لللقطة العابرة اللي عملوها دي لقطة ايه دي هو بيازفع جتاركة اجمد لقطة في الحلقة دود جي اجمد لقطة في الموسم من قبل ما الموسم يبتدي وانا قلت الكلام ده يا دود هو ويل مثلي ولا لا اختلفت القراء في الموضوع دوت يا يوسف انا حاسس ان مش هتطلع هيدي المشكلة لان لعبوا عليها كتير قوي وما قالوهاش في الآخر يعني من الآخر ويلة وفي الآخر طلع مثلي يبقى حركة خيبانة جدا من المسلسل لان ده موضوع كان المفروض انك توضحه من بدري ونحسمه ونتحرك على اساسه وخلاص حتى لو كانت الفكرة انه هو عنده مشاعر تجاه مايك وهي ده تلعام له الصراع وبتاع بس انت سبتها من غير ما تقولها خالص ولا تيجي نحيتها خالص فلو طلعت هي في الآخر يبقى انت طولت على ولا حاجة لو تقاليد المسلسل تم احترامها في النقطة دي يطلع انه كان بيبعتك بموضوع المثلية ده والمشكلة حتطلع حاجة تانية خالص تفتكر حيفهمونا ازاي الابسايد داون اتعمل من الاساس لانه مش فيتنا اللي عمله على قد ما نفاهم اه هو انا مش منتظر شرح هو المفروض ان الابسايد داون حاجة موجودة وخلاص هو فيتنا تبعت لها فهي موجودة زي ما الحياة العادية موجودة زي ما الواقع بتاعنا موجود شوية اه كان ممكن يخلو يموت من اجل قضية اقوى شوية او ان هو يمنع حاجة اكتر شوية يكون مؤثر اكتر يعني هو عموما من المشاكل اللي عندي مع الحلقتين الاخرانياتين دول ان الشخصيات المؤثرة قليلة مين كان ليه تأثير احنا بديتكلم على ان الحلقة دي التفسير اللي انا شاريه وبدافع عنه لزمانها الطويل قوي انها خطة مطولة جدا 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 بس مين كان مؤثر ال وشوية مايك وهوبر ماشي موراي للمفاجأة لوكس طبعا ماكس طبعا نانسي عشان هي اللي جابت الحدوتة البيت تخت لوكس كان ليها دور مهم اريكا لو انا فكر اسمها صح داستن لا داستن مش مؤثر ايدي جادلان ممكن يكون مش مؤثر ستيف كانوا مجاش ستيف وروبن ممكن نعتبرهم مجوش لما عملت المراجعة بتاعة النص الاولاني بتاعة فوليوم 1 الفوليوم 1 من بطول داستن وستيف وإدي وعايز اقول اولا واخيرا يعني السلاسي دا في النص التاني والدعايل ملوش لازمة في الموسم دا اه الرجل اتهان قوي لكن في الموسم السابقة احييي داويل اولا قبلهم كلهم سيبك من كنا بنحبه وما بنحبوش بس شخصية من حيث اهمية الشخصية للأحداث لا كانت مهمة جدا طبعا ايدي اللي يموت والباقي يعيش اه مش حلوة مش حلوة انا ما عنديش منع لو انت عاوز تخلي اللحظة الايبك بتاعة الفوليوم داية هي موت ايدي فاين بس كان فيه عجبت من كده كان لازم تموت اكتر من الشخصية عشان الموسم الخامس يكون موسم انتقام مش بالضرورة بص انا كنت ليه بقول ان هم محتاجين يجمدوا قلبهم في موت بعض الشخصيات الرئيسية او شخصية من الشخصيات الرئيسية علشان التأثير العاطفي يا اما تقول ان التأثير العاطفي اصلا مش من اولوياتك فا احنا مكملين من غيره عادي اللي حصل ان انت جريت علشان تخلق تأثير عاطفي فعلا عن طريق موت ايدي والواتفر اللي حصل لماكس اللي احنا مش فاهمينه ده والمشكلة ان ده حصل في توقيت انا انتباهي كمشاهد كان بركز على حاجة تانية والغرض اللي هم ماتوا من اجله ممكن من في حالة ماكس يكون زي الفور اللي مفوهش مشكلة في حالة ايدي وانت لو كنت جريت كانوا حيعملوا ايه كانوا حيطيروا ويرجعوا المسافة دي كلها يلحقوا يعترضوا اللي هم كانوا بيعملوا فيكنا يعني فده اللي انت عملته يبقى انت عملت ضربة حرة غير مباشرة محتاجة تلمس اتنين قبل ما تخش جون مش واحد بس انا بالنسبة كمشاهد لسه طالع من اربع ساعات كاني طالع من حاج زكورة معنديش صراحة القابلية ان انا عود افكر معك ده كله هي الفكرة اني ما حستش ان الحلقتين دول اصلا مش ايبك نهائيا زي الجزء الاول انا معاك لان الحلقتين دول مفيهمش اي جديد لا فيهم تقديم لشخصيات ولا فيهم تقديم لحاجة فيكنا ما عملهاش قبل كده ولا فيها تقديم لتركاية الفريق بتاعنا ما لاجأ لهاش قبل كده ما فيهاش يعني انا الشخصية ان كنت بفكر لو حعمل حلقة عن الموضوع ده هتكلم في ايه هقعد لسه تكلم في الشخصيات في الاداء التمثيلي في المعرفش ولا اي حاجة تتقال خلاص ما كله زي شبه الفوليوم اللي فاتت مفيش جديد الرعب الصدمة الموت المشاهد المقلقة عدم ارتياح المشاهد كل الكلام ده هو 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 مفيش اي جديد خلاص كل اللي قدر اتكلم عليه هو الاحداث المفصلية قوي بتاعة الفوليوم ديت وزا كانت عجبانية ولا مش عجبانية توقعنا بينهم اكتر من كده خصوصا انهم خلوها بعدها بشهر وحلقتين اربع ساعات وفي الاخر عادي اه اه وفي الاخر ايه جديد ما انت عملت كل ده قبل كده ما بقولش وحش بس توقعت فعلا زي ما عوكاشا بيقول مع الفصلة دي مع الوقت ده كله مع الكلام دي انت مرقارلي على حاجة اجمد من كده شو بس فكرة فكنا لما حبس 11 عشان تشوف اصحابها يموتوا حلوة لا خالص دي بالزبط زي المشهد المهروس بتاع اي فيلن بيتمكن من اي بطل في الدنيا ويبقى كل اللي مطلوب منه ان هو بس يخلص عليه ولا يموته ولا يعمله فتطلع الفكرة الجهنمية الفزة بتاعته انا مش هموتك الموت رحمة بالنسبها لك انت لازم تقف عشان تشوف اللي انا هعمله وعشان يبقى عندك ربع ساعة تاخد نفسك وترجع تفشخني تاني يا حركة من ارخص ما يمكن اصلي الاخر الموسم الجاي الفن حتضحب نفسها وتموت وكل شي انت لا انا عايزة تموت دلوقتي لسه هستنى للموسم اللي جاي انا مش عاوزها معايا في الموسم اللي جاي